نستمرين مع الطاقم الطبي والبحث المتواصل عن مصل وعلاج لفيروس كورونا المستجد بعدما وصلت عدد حالات الإصابة في العالم إلى أكثر من مليون وربع حالة إصابة وأكثر من 65 ألف وفاة مازالت المعامل ومازال الأطباء في كل حتة في العالم يبحثون عن مصل يبحثون عن علاج يستطيع إيقاف هذا الفيروس أو إيقاف هذا الوحش الذي فتك بالبشرية خلال أقل من أربع شهور بارح عرضنا لحضراتكم أحد أو آخر افتكاسات الإعلام المصري لما استضافوا أحد الأطباء وقال لهم أن إحنا عندنا مصل مصري بيعالج كورونا وهو الملوخية أو الشلولو النهاردة كمان هنعرض لكم واحدة جديدة من خزعبلات الإعلام المصري أو خزعبلات ما يتم نشر على الإعلام المصري وتغييب الرأي العام والوعي المصري قبل شهر تقريبا فتاة من لبنان شافت في المنام أن أحد القساوسة أو أحد المعروفين في الطائفة المارونية جالها في المنام وقال لها خدي طراب من عند أبري ووديه للمرضى وهم هيتم علاجهم وقتها حذرنا واترياءنا وقلنا إيه اللي بيحصل ده والكلام ده ما ينفعش في القرن العشرين لكن أول مبارح وعلى التلفزيون المصري ظهرت الفنانة المصرية زينة في لقاء تم نشره على أحد القنوات المصرية عشان تتكلم عن خفها من الفيروس قالت كمان أنا ببحث عن علاج وببحث عن حل لفيروس كورونا لدرجة أنها شافت في المنام الفنانة زينة شافت في المنام عبدالفتاح السيسي مقعتها جنبه وبيأكلها شوكولاتة وبيشربها لبن وبالنهاية دمها هو العلاج اللي هيعالج المصريين وأن الناس كلها بتبعط لها طيارات لكن هي بترفض تدي دمها اللي بيعالج من فيروس كورونا غير لما تعالج كل المصريين وبعدها هتبدأ تبيعه للسعودية والدول التانية خلينا نشوف زينة على قناة القاهرة اليوم قالت أين بارح بخصوص مصل فيروس كورونا نتابع قاعدة مع سات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن اللقاح بتاع المصري يعني بتاع الكورونا طلع دمي هو قاعد جيب شوكولاتة ولبن وعمالي قتلني شوكولاتة وشربني لبن علشان دمي يكتر علشان عالج الشعب المصري الله الله عليكي كل الدول بعتين لي عربيات سيارة عربيات مقطع من مصرحية ولا على قناة كوميدية ده مقطع من برنامج مصري بيتحدث عن أحوال المصريين ومشاكلهم اتصلت الفنانة زينة عشان تقول أن عندها سب وأنها شافت في المنام عبدالفتاح السيسي بيأكلها شوكولاتة ولبن لأن دمها هو اللي هيعالج المصريين يتفعل الألاف من المصريين من جديد مع هذه الخزعبلات ومع هذه الافتكاثات اللي بتنشر على التلفزيون المصري البداية كان التوم والبصل وبعد كده قالوا الفول المصري بيعالج بعد كده قالوا الملوخية الشلولة وأخيرا دم الفنانة زينة صورة شعب بيقول زينة حلمت بأنهم اخترعوا لقاح بيعالج كورونا مستخلص من دمي الرئيس السيسي جنبي بيأكلني شوكولاتة ويشربني لبن عشان عالج الشعب باللقاح هدير بتقول يعني زينة محتارة وعايزة تلاقي مخرج لأزمة كورونا العالم كله بمختبراته بعلمه بفهمه حتى يعني في الامور اللي لازم الامعات يسدون حلقهم عن الهمس لازم يفتون ويعبرون عن اهتمامهم وقلقهم كورونا قليلة بحق البشرية لازم سائقة تريحنا من قرف الحياة هذه هذه بعض التعليقات والتغريدات اللي علقت على كلام زينة وحلم زينة اللي شافيته في المنام ان السيسي كان بيأكلها وهي بياخد دمها بعد كده يعالج به المصريين لكن البعض ايضا علق على تكرر او تكرار حلم رؤية عبدالفتاح السيسي وهو بيأكل الفنانات في المنام يعني قبل كده الفنانة شرين حلمت ان عبدالفتاح السيسي كان بيأكلها عينب تقريبا وزينة النهاردة بتحلم ان عبدالفتاح السيسي بيأكلها شوكولاتة تقريبا السيسي ما بيجيش في المنام غير للفنانات ودايما بيأكلهم والشعب المصري جعان حليلا كان نشوف صاحب التغريدة او تسالي بيقول هو السيسي ما بيأكلش غير الفنانين مرة يأكل شرين عبدالفتاح بعينب ومرة يأكل زينة شوكولاتة ولبن اما نادية المجد بتقول وشرين كانت حلمت ان السيسي بيأكلها عينب بينقط عسل والممثلة زينة قبل ما تحلم بالسيسي هو بيأكلها شوكولاتة ويشربها لبن كانت قالت في فيديو سابق احنا بناكل في سيخ وبصل وكورونا مين يا ام كورونا ما يصحش كده يا فنانات مصر وما زالت السخرية مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يتم نشر في الإعلام المصري عن مضادات لفيروس كورونا وامصال غريبة لهذا الفيروس في الوقت للعالم كله بيحاول ايجاد فيروس او بيحاول يعمل تحليل بيحاول يفتح المعامل بيحاول يلجأ للاطباء احنا بنلجأ بعد الله عز وجل للفنانات والخزعبلات فاصلوا كم